الموضوع ملهوش علاقة بالبنات والسيدات فقط نحن دلوقتي بها معنا واقعة تانية ليها علاقة بالاعتداء على طفل أو على ولد عنده 15 سنة فمرحلة إعدادة برضو بيقدم أو بيحرر محضر في اسم الشرطة بيقول إن هو تعرض لحادث اعتداء أو تحرش من قبل برضو سواء في واحد من هذه الطبيقات ده طفل عنده 15 سنة وبرضو قدم بلغات وحصل محضر وحصل تحريات وتحقيقات وجابه الشخص اللي عنده كم سنة بقى هذا المجرم عنده أكتر من 40 سنة 45 سنة حاول إن هو يتحرش ويهتك عرض طفل في برضو واحدة من هذه السيارات ودي بقى حادثة يعني قميئة جدا صعبة جدا لأن البعض قد يتصور إن أصل البنات أصل السيدات أصل مش عارفة إيه والنغمة اللي احنا ما بنحبش نتكلم فيها ومنحاول نغاية فيها بكل الطرق ولكن عندنا حادثة النهاردة بتقول لحضراتكم المشكلة ملهاش بكل تأكيد علاقة بالسيدات ولا الفتيات المشكلة ليه علاقة بالناس اللي شغالين وخلينا نقول أكيد مش الكل بهذه السلوكيات ولا بهذه الأخلاق لكن مع الأسف مع تكرار الحوادث بقى لابد من تعميم إجراءات معينة على كل اللي بيتم توظفهم في هذه الشركات هي دي الفكرة كلها فعشان بس نغمة السيدات والفتيات ولبسين إيه ورايحين فين واش عارفة إيه نبتعد تماما عن هذه القصة ونتكلم في الأساس نتكلم في المشكلة نفسها في استهانة بالقانون يا يوستينا في استهانة بالقانون يعني هو حتى النهاردة زي ما قالت يوستينا ما بقيتش ست ولا بنت أهو واحد أهو يعني فيها نوع برضو عفوا يعني من الشزوز فيعني الموضوع فعلا زاد عن حد